بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس المستقيمات والمستويات المتوازية في الفضاء سنتكلم في هذا اللقاء عن توازي مستقيم مع مستقيم باستخدام نظرية رقم 4 النظرية الرابعة في كتاب هندس الفضاء إذا قطع مستويين متوازيين فإن خطي تقاطعه معهما يكونان متوازيان إذن إذا كان لدينا مستويين متوازيين π1 وπ2 وقطع مستوي هنا المستوي اللون الأحمر رسمه π قطع كل من المستويين سيقطع π1 وليكن في المستقيم a b وπ2 في المستقيم c d فإن خطي التقاطع المستقيمان AB و CD مستقيمان متوازيان تفيد هذه النظرية في إثبات توازي مستقيمين بالاعتماد على توازي مستويين تمرين في الشكل المقابل π1 و π2 مستويان متوازيان المستويان باللون الأزرق فإذا كان المستقيمان L و M مستقيمان متقاطعان في نقطة F وكل من L و M يقطعان المستوي π1 و π2 حيث L يقطع π1 في A و π2 في C و M يقطع π1 في B و π2 في D إذا علمت أن طول BD يساوي 4 سنتيمتر AC 6 سنتيمتر طول CD يساوي 9 سنتيمتر وطول FB يساوي 5 سنتيمتر المطلوب أوجد محيط المثلث الصغير FAB يفضل في مثل هذه المسائل أن نكتب هذه الأعداد على الشكل للتوضيح طول BD يساوي 4 وطول AC يساوي إلى 6 كما أن طول CD يساوي إلى 9 وطول FB يساوي إلى 5 والمطلوب هو إيجاد محيط المثلث FAB لاحظ أن هناك ضلع معلوم في المثلث ونحن نبحث عن طولي الضلعين الآخرين أولا بما أن المستقيمان L و M متقاطعان في نطة F فهما يعينان مستوي وحيد وليكن المستوي π هذا المستوي باللون الأحمر سندعوه لسهولة التعامل بالمستوي π حتى نستطيع التعامل ضمن الحل سوف ندعو المستوي بحرف واحد ليسهل علينا التعامل معه المستويان π واحد وπ اثنان متوازيان من الفرط طبعا من نص المسألة المستوي π يقطع π واحد في A وB لاحظ أن A تنتمي إلى π وتنتمي إلى L B تنتمي إلى π واحد وتنتمي إلى M وبالتالي AB محتوى في المستوي π وفي المستوي π واحد إذن هو مستقيم مشترك بنفس الطريقة π وπ اثنان يتقاطعان في مستقيم كامل هو المستقيم CD أصبحت شروط نظرية رقم 4 محققة مستويان متوازيان قطعهما مستوي في خطي التقاطع فإن خطي التقاطع AB وCD متوازيان إذن F, C, D مثلث فيه AB يوازي CD بحسب نظريات في الهندسة المستوية سنجد أن F, A, B و F, C, D مثلثان متشابهان نعلم أنه إذا قطع مستقيم مثلث سيقطع الضلعين إذا كان هذا التقاطع يوازي الضلع الثالث فإن المثلث الصغير المتشكل يوازي أفن يشابه المثلث الكبير إذن F, A, B و F, C, D متشابهان وبالتالي نستطيع أن نكتب نسب التشابه لهذه المثلثين F, A تقسيم F, C يساوي F, B تقسيم F, D ويساوي A, B تقسيم C, D لدينا هذه النسب من تشابه المثلثات بتعويض كل ما هو معلوم من الشكل F, B يساوي إلى 5 F, D هو 5 زايد 4 طول F, B زايد طول B, D F, A مجهول F, C هو عبارة عن F, A المجهول زايد 6 A, B مجهول و C, D يساوي إلى 9 نحصل على هذا الشكل الآن من أجل إيجاد F, A سنأخذ النسبتين الأولى والثانية باستخدام الضرب التصالبي نجد أن 9 ضرب F, A يساوي 5 ضرب F, A زايد 6 بفك هذين القوسين ونقل 5 F, A للطرف الآخر إذن عند فك هذين القوسين نحصل على 5 F, A زايد 30 وعند نقل 5 F, A للطرف الآخر تصبح سالب 5 F, A بجمع مع 9 F, A نحصل على 4 F, A يساوي إلى ما تبقى من الطرف الآيمن وهو الثلاثين 4 F, A يساوي 30 بقسمة الطرفين على 4 نحصل على طول F, A والذي يساوي إلى 7.5 سنتيمتر إذن طول F, A يساوي 7.5 سنتيمتر سنتب هذا على الشكل لنوضح الآن الآن نحتاج فقط إلى طول AB سنختار النسبة الأولى والنسبة الثالثة 5 على 5 زائد 4 9 يساوي إلى AB على 9 طبعا يمكن مباشرة كتابة أن AB يساوي 5 على أتبار أن المقامين متساويين فإن البسطين متساويين أو يمكن استخدام الضرب التقاطعي 5 زائد 4 9 ضرب AB أي 9 AB يساوي 9 ضرب 5 45 بقسمة الطرفين على 9 نحصل على طول AB والذي يساوي إلى 5 سنتيمتر إذن طول AB يساوي إلى 5 سنتيمتر طبعا هنا استخدمنا الضرب التقاطعي وهنا أيضا استخدمنا خاصية الضرب التقاطعي أصبحت أطوال أضلاع المثلث الثلاثة المعلومة وبالتالي المحيط يساوي مجموع هذه الأضلاع FA زائد AB زائد FB ويساوي 7.5 زائد 5 زائد 5 ويساوي إلى 17.5 سنتيمترا إذن محيط المثلث FAB يساوي 17.5 سنتيمترا استخدمنا في هذه المسألة النظرية الرابعة لإثبات توازي المستقيمين إذن أثبتنا توازي مستقيمين باستخدام نظرية رقم 4 وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات ترجمة نانسي قنقر